فعليا انا في كلمتين محشورين في زوري يعني في كلمتين عايز اتكلم فيهم بس خليهم في وسط الكلام لانه هو ليهم ليهم حتة كده عايز اتكلم فيها اه على ارسنل طبعا اه ما عرفش كلمتين دول جمهور ارسنل شايفهم زي ولا هيبقى حاسس بطاعاته في شوية تجاه فرقته ولعبته وانه تمام وانه عجبه الاجواء دي ولكن خلينا ناخدها واحدة واحدة بس الاول ونتكلم على ماتش ارسنل اللي انا شفت انه كان اختبار كبير لارتاتا في ظل الغيابات مهمة جدا ولكن كان اختبار اقوى بكتير لارني سلاط ونتيجة بالمناسبة على قد ما انا معجبنيش شكل قدام يعني ده اول اختبار يعني ماتش كبير وما راسكة فرقي كبير واللي تشالسي السكة اللي مشين فيها سكة كويسة جدا وكل حاجة ولكن ده مش اختبار كبير اختبار ده سيتي وارسنل في الدوري فانت نرى تلعب ارسنل في امريتس فده منيزب لك اختبار كبير اوي اه جدا غايب بس انها حال تانية غايب اوديجرد وغايب صريبة ووايت بيلعب مش باك وبرتي بيلعب يمين وسكة راجع من اصابة ويعني عندك شوية غيابات كتير ما اثر عليك مية في المية فلما تلعب بالموتش بالشكل ده قدام ارسنل اه نتيجة كويسة اتنية اتنين في امريتس اه انك توتلعب ما تخسرش هناك ما في المية نتيجة كويسة وكل حاجة اه محافظ على مكانك في الدوري كل الكلام دي اجابيات كويسة اوي ولكن اداءا لا انا كنت مستني بصراحة على الران اللي ماشي فيها ليفر بول موقعش غير قدام ناطيان فورس وماتش كان ممكن يمشي بشكل احسن من كاب كتير ولكن ما بيقعش في الدوري ما بيقعش فلما تتعدل مع ارسنل اه على الورقة جميلة بس فعلا انا كنت مستني اداء احسن من كاب كتير نهاته ما تيجي بص على الماتش كان فيه تحفز كبير جدا في التلاتة بتاع نصر مع عبليفر بول فكرة انك هتبدأش مش عشان ولكن مباين قوي ان انت التلاتة اللي في النصر هيب عندهم تحفز والنهاردة انت الدور بتاع روبرتسن اختلف ما بقاش اللعيب اللي بيزيد على الخط وبقى ما بقاش لعيب اه بلاي ميكر بلاي ميكر ستوعك كان زمان في كان دول بلاي ميكر ستوعك ففيه تلاتة بيقوموا بادوار التخطية ورا الناس دي فبالتالي اه في وقت مقاربة تقطع في بقى هندرسن وفي ميلنر وفي فابينيو وفي لعبات دي كلها بتقو وينالد مبتاق كانوا بيقوموا بادوار تخطية الاتنين بلاي ميكر ستوعك النهاردة عندك واحد بيزيد وبيدخل في العمق وكل ده ولكن روبرتسن بقى تالت سابت فلما بقى تالت سابت بقيت انت لازم يبقى عندك واحد من تلاتة بتنص الملعب يبقى واحد شخص عايز يخلق فرص فهو ده بتاعك اللي انت ممكن فوقت عايز تلعيح تلعب بجاكبو انت ممكن تلعب زي ما تلعب بس المهم ان انت عندك اتنين واحد في يوم الستة بتاع والتاني يبقى وممكن تلعيح تلعب بجونز ممكن تلعيح تلعب باندو انت حر انك تبدأ تعمل ده بلكن البروفايلز تحت نص الملعبك لازم تكون سابتة ولازم تكون معروف انت بتلعب بمين فهو ده اللي انا كان عندي تحفز عليه انت ليه نازل المتحفز اه بتلعب ارسن ولكن انت بتلعب ارسن هو نقصه كتير فانت كان لازم تكون اجرأ من كده ولكن في الاخر هي نتيجة اجابية انك تتعادل هناك تتلعبش في انفلت في ظل ان هو اللي كان محتاجه يكسب اكتر انت اللي فوق فانت عديت مطش رخم عديت مطش صعب وانت فوق وهو لسه تحت وسيتي معك في اللعبة فانت ماشي تمام ويبقى عندك الصراع الجاي او الحاجة اللي انت مستنيها الجاية هي هو مطش سيتي الاكيد فدي كانت النقطة الاولى فانت بدأت بجونز مع اه كورتس جونز ومع اه جرافن بيرش ومع عامة كالستر وكانوا بيعملوا مجهود بدني كبير جدا عشان يواجبوا اه نص مع عب ارسن. نص مع عب ارسن اللي نقصه لعيب مهمة جدا جدا وهو مش بس والكرة معاه في الضغط مرعب فانت النهاردة اللي وجهته ده وجهت فريق وهو بيلعب نقصه عنصر كبير جدا من العناصر اللي بيكون مهمة جدا والكورة مش معاهم ولكن انت سبت كل ده واحتساب له الكورة واقف تحت الكورة واعتمدت انت على اللحظات اللي هتمسك فيها الكورة الاوليلة وده عكس مبدأك عموما انت دايما فكرة ان هو بيمسك كورة الكورة الهولندية بشكل مختلف شوية مع فامسك كورة وبتحكم في عملت فرص خطر وكنت روحت عالجون وضيعت كم كورة كانوا كويسين جدا جدا وطلع من غير جدا وانه مش هو الشخص اللي متعاود عليك من اول موسم مش ده العيب اللي يبالعب طول الوقت اه لويس ديازوية عاملنك شوية ومنطقي صلاح ما بقاش اللعيب اللي بيحط لك جوان زي ايام كلوب فانت بتلعب برضو مع العيب ما بيدكش الارقام دي ولكن في الاخر راجل الكونسيستنت راجل بيديك كل ماتش تمانية من العشرة على الاقل يعني الراجل ده هو مش هيديك في مرتين تلاتة عشرة وبعين يجي يديك خمس ستة الاقوال الراجل ده اقل حاجة هيدي لك تمانية من العشرة وده اللي هو عامله النهاردة ماشي بس في الجول ولكن في اداؤه كمجمل لعيب يعارف يحافظ على كورته لعيب فت ماشاء الله عليه لعيب كده فانت انت انا فاهم ان انت في ما بين جيل وجيل ولكن انت ماشي بشكل كويس جدا كان لازم تكون اجرأ من كده لو انت عايز تاخد الدوري وتنافس على الدوري لازم تكون كنت تبقى اجرأ من كده قدام ارسنل دي جزايا اللي تخص الليبيربول الناحة التانية انا بشوف ان ارسنل بنسبة مش عايز اقول ارقام لان هي الارقام مهما تقلت مش هتكون صح يعني ولكن بنسبة كبيرة جدا جدا ارسنل بيبعد عنه نفس على الدوري وده بقى راجع للمقاطة اللي انا بشتكي منها طول الوقت طول الوقت العام في ناكين فيها كتير باعيش اسمعني بس انا انا متعصب لها اكني معاك اكني مشجع لارسنل لانها فعلا مستفزة لان فعليا فعلا انا اه ممكن اكون من فترة مكنش يحب ارسنل تاخد الدوري بس لما بتتفرغ على ارسنل وتفرغ على مجود اللي اللي بتحطه وتفرغ على ارتاتا وتفرغ على اللي بيحصل ده لا يا جماعة الفرقة دي محتاجة تاخد الدوري الفرقة دي تستاهل تاخد الدوري مش عشان ما تستاهلش مش عشان عشان ما تستاهلش عشان يا جماعة الناس دي جاية من بعيد جدا 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 ما عندهمش خبرات خدس ان هم يكسبوا بطولات مش بس اللعيبة اللعيبة بمدربهم ولكن الناس دي بتقدم كل حاجة في الدنيا عشان تنافي السيتي وليفر بول. فانا فعليا عايزهم ياخدوا الدوري. وعايزهم يبقوا اقوى من كده بكتير. ولكن النهاردة الدوري راح من وجهة نظري يعني او بيروح من وجهة نظري. عشان تزاكتك انت ككل بقى مش عايزة لهم لعيبة مش عايزة لهم ارتدتة بس هو انت النهاردة اتعدلت مع عشان لما جابري للطلع صليبة ما كانش في الملعب. طيب صليبة مش في الملعب ليه? عشان صليبة الطرد. نتكلم في الطرد اللي ناخد وندي فيه. ضياعة النقطتين قدام عشان عمل حركة مستفزة. وحركة ما كانش ينفع تطلع من رايس. طلعت من ضياعة النقطتين. قدام سيتي تكسب منافسك. انت كسبت موت ده. انت في حتة وسيتي في حتة تانية خالص. تمام? سيتي هيقع له النقطة اللي اخدها. وانت هتعمل النقطتين كمان. تبقى في حتة تانية خالص. فالنهاردة واقعت الماطش ده. ليه? عشان تروي صار عمل حركة مستفزة. واتكلمت قبل كده. ده الطرد التالت. انت عارف يعني ايه? انت بتتكلم في تامن ماتشاط في الدورة يا تسع ماتشاط في الدورة. انت مطهود منك تلات لعيبة? انا عارف ان في مكس ما بين كداما تفرج على والحاجات بتاعت ارتتا. بحب قوي فكرة هو بيحفز لعبته بيشغل لعبته ازاي. وفي شعراية ما بين انك تخلي لعيب بيموت نفسه على كل كورة. وده اللي ارتتا عامل فريق جعان. ودي ميزة وتحبها وانت بتتفرج عليها. حتى لو انت مش مشجع على انت تفرج علي انت مبسوط. لعيبة عايزة تاكل اي حد في الملعب. فده بيحسن بيحسن من صريبة ومن جبل يتفرج على لعيبة لما حد بيلمس حد فيهم بيجرس زي الجو ده هو عاملوه. سيتي مش عاملها على فكرة بالمناسبة. يعني سيتي بتاخد الدوريات دي كلها مش عاملها. فهو اسلوب مدير فني. فهو اسلوبه كده. طلع لعيبة جعانة. بتعوض شوية كتير من لعيبة تانية. ممكن يكون عنده لعيبة كويسة. بس لعيبة دي مع الجوع ده بتطلع احسن من كيب كتير. فبالتالي في الاخر بيطلع منك الشكل اللي الارسل بتعمله. ولكن في شعرة ما بين انت جعان وما بين ان انت تضيعني فنهار ده قدام قدام سيتي. وراح منك تلات نمت قدام عشان الطرد بتاع صليبة. انا عارف ان هي بالولد والقلم ما تعرفش تقول هو لو كان قاعد في الملعب كان هيكسب ولا. بس احنا عارفين ده دي فرقة ما توقفش قدام يعني قاعدت كتير عشان انت تحط في ارسل بعد الطرد. فهو ارسل وقفت تحت الكورة وكانت بتحاول تقفل مساحات وبتروح الجن بالعافية لو كان فيه لعيب كان هيفر معهم جدا. فالنهار ده صليبة لما اتطرد غاب عنك في ماتش النهار ده اللي انت وقعته وكان فيه نسبة كبيرة جدا انك تعرف تكسبه بصليبة ده واحد فانت مش ده هيعطه نقطتين كمان النهار ده بعد موجود صليبة والماتشات الجاية لو جاب لي اللي تصابه ما كملش جاب لي اللي وصليبة مش موجودين ده غير فانت قردي فقدت كتير من عناصرك. ده حصل ليه? ده حصل بسبب الاستغطار اللي حصل من العيبة. صليبة كان كان عنده فرصة كبيرة انه يضطرد قدام تطنم. عشان خد انظار ماليوش تازمة في الاول. حظه كان حلو انه ما اخدش حاجة بعد كده. ولكن غير كده فريق طالد منه تلت تلت لعيبة في تسع ماتشات في الدوري. وده رقم كبير جدا جدا جدا. فانا مستفز جدا من الموضوع ومدقي جدا من الموضوع وحس ان الموضوع محتاج يبقى اه اه بيعامل بشكل مختلف من ارتتا وممكن يكون ده حصل يعني ممكن يكون ارتتا بدأ يشتغل عالقصة دي لان انت احتاج لعيبة جانا وسيحتاج لعيبة زكية. احتاج لعيبة تعرف امتى تستفز اللعيب وتعمل عبيطة امتى تعرف اللعيبة دي ما تبقاش مستفزة اصلا عايزة تكسب وامتى يعني الحاجات دي كلها حاجات مهمة جدا لان صراع انك تكسب دوري ده ده موضوع مش مش كرة بس ومش فنيات بس ومش روح بس وحاجات كتير جدا عشان تكسب دوري كمان بالذات من يعني انه تمرس على اه فوز بالدوري اربع دوريات واربعات دي حاجة مستهلة ومحتش عملها قبل كده في فريميل ليج فهارد لقل نقطتين بتوع ارسن وهارد لقل نقطتين اللي راحوا من ليفر بول اه ماتش كان كويس كنت بتوقع ماتش اقوى من كده بصراحة ولكن ماتش كان كويس اعتقد ان الفرقتين راضيين تماما بالنتيجة عشان ارسن اللي بتاع ملعبها اه لكن فريق قوي فريق ما بيقعش زي ليفر بول وهو بيلعب ناقص صليبة بيلعب ناقص وطلع منه جابريل والنحة التانية فهو كان اكيد نفسه من نتيجة تطلع زي ما هي نتيجة كويسة جدا من نحة التانية راح تلعب في امرس قدام ارسن فريق اصلا كل الناس بتاعنيه قدام مبينة في يوم سيتي فلنك تطلع بالنتيجة دي كويسة فهي نتيجة كويسة اعتقد بالنسبة لاتنين مداربين فارد لقل فرقتين يعني لو كان في حد يزعلان على النقطتين دول لو شايف حاجة انا ماتكرينش فيها كانت مؤثرة جدا على المطشة او على حاجة في صراع الفدقتين للدول اكتبها ليه عطول في الكومنز ولو جلسة مش اشترك في الشانل اشترك عطول في الشانل عشان هتشوف كونتنت ومحتوى كتير جدا جدا انا عندكم اقتراحات لقونتنت معين عايز يتفرجوا عليك تبقوا لي برضو في الكومنز عطول ولو عجبتك حلقة لو عجبتك الحلقة ما تنساش تدوس لايك لو عجبتكش اكتب ليه عطول في الكومنز اللي مش عجبتك في على عطول بس كده اشوفكم ان شاء الله في حلقة جاية سلام